اشتركوا في القناة والاتصال من خلال أرقام الهاتف اللي راح تظهر أمامكم على الشاشة كتور وليد احنا يعني في الجزء الأول نقشنا كل ما يتعلق بالأعراض والأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الحالي هاي عادة من خبرتك يعني وانت يعني من أوائل الناس اللي اشتغلوا في المجال الجراحات النسائية هل صادفك حالات استئصار استئصار رحم مبكر لدرجة يقول انه كتير مبكر استئصار عفوا المبايد استئصار مبايد استئصار المبايد بس هي يعني ما فيش فيها يعني صعب دكتور يغلط استقصر المبيضين نعم ومكن واحد ممكن لسبب ما ت liability استقصر الواحد صار معاه نزيف صار معاه Active خلال العملية طرع الاستقصر الواحد الحالات الوحيدة اللي ممكن استقصر مبيضين فيها وبسن مبكر إيلا هي حالات السرطانية أنا أقصد يعني بشكل أنه طبي يعني كان فيه داعي طبي لا استصل طبعا موجود ولو أنه الحمد لله نادر بس أنه موجود الحمد لله تستقصل المبيضين مع بعض تجد وجود خلينا نحكي سرطان متقدم شوي نعم عادة مثلا أن نستقصل عليه سرطان الرحم في مرحلة أولى ممكن أنه نترك المبايد نعم بس بمراحله المتقدمة أكتر يجب إزالته للحفاظ على عياة الست نفسها عادة لما بتصير الست تدخل في مرحلة المينبوز أو مرحلة سن الأمان سن اليأس العيلة بتعاني أفراد العيلة بعانوا مع السيدي يعني تقلبات المزاجية هاي التوتر الانفعالات الزاي بتأثر على المحيط العائلي كله كيف إحنا ممكن نخفف من هاي الانفعالات الزايدي أو التأثير على العيلة أو المحيط للسيدي شوف الأول عامل وعامل مهم إنه إحنا نتوجه لعلاج المينبوز بشكل علمي نعم يعني المينبوز زي ما حكينا بالضرورة يعني كل ست تروح على دكتور لما تفوت في مرحلة المينبوز شوف هو الصح علميا طبيا عالميا الصح علميا نعم إنه لازم تسلشير الدكتور في إنه أنا دقال بتسن الأمان خلينا نحكي شو بلزم أسوي هو عبارة مش مرض زي ما احنا حكينا هو عبارة عن مرحلة مراحلة الحياة ومرحلة فيسيولوجية وعمرية كمان فإحنا العلاج للحالة اللي تفضلت فيها إنه إحنا لازم نتوجه لعلاج الحالة هاي بشكل علمي وبشكل قوي يعني إحنا المشكلة اللي عنا إنه نسبة السيدات مثلا في المينبوز اللي بيعلم المينبوز اللي بيأخدوا علاج هرموني للموضوع هذا كتير نادرة جدا وهذا الحكي طبعا بأثى على الست وتعرف أنت إنه نقص الهرمون الإستروجين في مرحلة لفترة طويلة بيأدي أهم إشي لهشاشة العظام كمان نعم هشاشة العظام هذا موضوع مهم جدا هذا هشاشة الموضوع عبارة عن وكسر مثلا الهيب جوينت اللي نسميها كسر عظمة الفخد عظمة الفخد الكسر تبعها في منطقة صعبة في الجزء العلوي من عظمة الفخد بيأدي وهذا في سن معينة بيكون صعب علاجه نعم بيأدي لإنه الست ترتمي في التقط ما يتحركش تصيبها مختلف يعني مضاعفات شديدة صحيحة المضاعفات توجه إله من ناحية إنه تأثيره على عائلتها إنه هذا يعني يعترف بالحالة هاي أولا عنا مش معترف فيها ستات ما بيحبوش السيدات ما بيحبوش خلنا بالمينيبوز نعم فالاعتراف فيها من نسبة للست وتوعيتنا إلهم زي البرنامج هذا إنه شو المينيبوز شو أعراضه إنه تتوجه له بشكل طبيعي لطبيبها إنه عساس يحالجها ويعطيها بدائل هرمونات ويعطيها الأدوية اللي توصف في الحالات هاي هذا الحكي مهم جدا نعم واقتصاديا على البلد يعني إنه زيادة نسبة الكسور في العظم عند السيدات زيادة مهمة جدا مكلفة جدا على نعم على موارد وزارة الصحة وعلى العلاج في وزارة الصحة صحيح هذه عبارة عن حالة ممكن التخفيف من وقوعها وأحيانا منعها نعم دكتور يعني إحنا حكينا عن عمنا الهرمون الاستروجين طب سؤال أكيد كل المشاهدات بيسألوه طب يا دكتور وليد إذا أخذنا هالهرمون هذا وشربنا حبوب إبار يعني لقينا حل هل ممكن أنه إحنا نأخر من حدوث سن اليأس لا إحنا جاينا حكينا أنه لا يؤخر حدوث سن اليأس إنما هو يعني تؤخر أو تمنع أعراضه نعم سن اليأس رح يصير رح يصير نعم بس إنما تمنع أعراضه تعالج أعراضه يمنع المضاعفات اللي بيسويها نقص الاستروجين منهم آه ممكن بدو يجي بدو يجي جاي 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 فأنا أعجبني الجملة اللي أنت حكيتها عشانك أنا حبيت أحكي السؤال هذا إنه خلينا نكون إحنا يعني كمجتمع وضحين وصريحين ونعترف لأنه جزء من الكينوني وجزء من الحياة يعني هي حقيقة وواقع إحنا لازم ممر فيه مية في المية وبالتالي إذا اعترفنا إحنا بنحل كتير من مشاكل والمضاعفات اللي ممكن تأثر على حدوث سن اليأس كتير وليد سن اليأس كل ست لازم تمر فيه وكل سيدي لازم تمر فيه طريقة تشخيصه هل تعتمد فقط على الأعراض اللي إحنا ذكرناها ولا لا فيه إحنا فيه متابعات طبية معينة فيه زيارات للطبيب ممكن إنه إحنا وشو طرق التشخيص اللي إحنا ممكن نستخدمها هو تشخيصه يعني واضح حالة المكون اللي هي انقطاع الدورة والأعراض اللي حكيناها قبل هيك اللي هي عراض لسن الأمانة بتصير هذا يعني عادة واضحة طب هي انقطاع الدورة دكتور ممكن يعني قبل بسنتين تبلش الست تجيها مرة وتغيب ثلاث شهور بزبط هلأ في الحالات اللي هي الست مثلا متحفظة جدا في إنها تاخد خلينا نحكي هرمونات نعم بس بدها تعرف وضعها فيه فحص الهرمونات اللي منعملهم نعم الهرمونات اللي هي لغد أنه خامية اللي بتأثر على المبيض عشان تخليه يفرز الاستروجين في المرحلة هاي هدول بصيبهم اللي هم الـ FSH والـ LH بسميهم نعم اللي بصيبهم ارتفاع فوق المستوى الطبيعي وجود ارتفاع الـ FSH لواحد به كافي إنه يشخص إنه هذه الحالة عبارة حالة سن يأس وبالتالي الدكتور يتصرف على أساسها بس هي في معظم الحالات الموضوع واضح والمشكلة واضحة وبالتالي ولا تلزمش حتى فحص حصات هرمونات وتعقيدات للسيدة وبالتالي لازم إحنا نتعاطى معها كواقع وحقيقة وما نغمض عيوننا بالضبط وما نغمض عيوننا أغلب السيدات في فترة في هاي المرحلة التوتر النفسي ممكن يؤدي إلى الانفعالات الزايدة زي ما حكينا ممكن يؤدي إلى التوترات ممكن يؤدي إلى كمان بعض الخلل النفسي أو خلينا نقول التوتر العصبي الزايد دكتور أشرف خلينا نتخفض عن نقطة هذه نعم لا مش ولا هني أنا بدي أوصل لنقطة يعني هل هم فعلا بوصلوا لا خلينا نحكي إنه يعني في وعي عند سيداتنا نعم سمعين عن الموضوع وعارفين إنه بتصيبوا أعراض الموضوع بشكل الجزء النفسي تبعه مش جزء كبير نعم يعني هو موجود فيه جزء نفسي من يعترف فيه كلنا بس عادة يعني ثقافة الست وجود العيلة حواليها أبنائها وزوجها ويخلوها إنه يمروا في هاي المرحلة من غير أضرار نفسية نعم في حالات معينة طبعا زي ما تفضلت إنه بتكون الجزء النفسي كبير بس عادة لا الموضوع النفسي في المينبوز مش موضوع كتير كبير نعم وضروري إنه في زيارتها للدكتور وليد الست إنه يكون زوجها معها طبعا يفضل نعم طبعا يفضل إنه يكون زوجها معها ولو إنه وجودها لوحدها بيكفي أحيانا إذا مش حابة يعني تخلي الموضوع يعني في العيلة معروف وتصيرها مع السيدات كتير بس إنه موجود زوجها معها عساس يكون يعرف شو الحال اللي عندها يعرف إنه ممكن ياخد أو يساعدها في أخذ ياخد دور يعني ياخد علاج وياخد دور في إنه وقف جمها بهذه المرحلة السنية هاي بس أنا بصر إنه العامل النفسي مش عامل كتير كبير في الموضوع هذا ولو إنه موجود بعد ما تفوت الست في مرحلة سن اليأس سن الأمان في أكيد نتيجة تغيير الهرمون اللي أنت طبعا وضحت لنا إياه في أكيد في بعض المضاعفات أو المضاعفات المحتملة اللي ممكن إنه فعلا الست إنه هي تفوت فيهم ولكن أكثر المضاعفات هاي إذا ما تفضلت هي هشاشة العظام في مضاعفات تانية ممكن إحنا ندير بالنا منها الستات ياخدوا بالهم الموضوع اللي نسميها الجلطات أو الهارت أتاكس نعم هذه الست قبل سن المينبوز محمية من نسبة حدوث خلينا نقول اللبحات القلبية في السيدات والجلطات القلبية نعم أقل كتير قبل المينبوز من الرجال مثلا نعم بعد المينبوز بتساوي بصير السيدات زيهم زي الرجال نطيجة نقص الاستروجين نعم فهدفنا في العلاج في حالات هاي إنه نخفف نسبة حدوث الجلطات القلبية نعم اللي هي محتملة ممكن تصير طبعا محتملة ونخفف نسبة حدوث هشاشة العظام عند السيدات نعم هذا بيكون تركيز بالإضافة للأشياء الأخرى اللي بتتحسن نتيجة أخذ الاستروجين بس هدول العاملين هم العاملين الأهم في علاج السيدات من نقص الهرمون اللي حكينا عنه هل ممكن نتيجة التغيير الهرموني الموجود وتغيير الفيسيولوجي اللي بيصير عند السيدات إنه أو في علاقة ما بين السن اللي أسوأ السكري والضغط طبعا المرحلة هاي أصلا هي المرحلة اللي الضغط أكيد كويس تكون مهيئة أكثر طبعا أكيد لأنه تغيير الشرايين اللي عندهم نتيجة نقص الاستروجين والترسبات اللي بتصير في الشرايين هي بتخلي يصير الضغط عندهم أكتر والمرحلة العمرية أيضا لأنه نعرف إنه السكري والضغط أمراض الشيخوخة نعم فبالتالي هم أصلا يعني العاملين هدول اللي هو نغز الاستروجين والمينبوز بالإضافة للمرحلة العمرية مهمة جدا في نشوق هدول مرضين السكر مرض سكر الدم ومرض ضغط دم ارتفاع ضغط الدم دكتور وليد عادة طرق علاج زي ما تفضلت حضرتك سن اليأس اختلفت في نقول في العشر خمس عشر سنة الماضي ما بثيوريز كثير تغيرت اليوم أحدث ما توصل إليه الطب فيه بخصوص علاج أو التعامل خيرا نقول مع سن اليأس التعامل مع سن اليأس أصبح الآن شبه واضح زي ما حكينا بالأول أنه صار فيه موجات من العلاج بالهرمونات وموجات من عدم العلاج بالهرمون الموجات من التخوف من علاج الهرمون وموجات من عدم التخوف من علاج الهرمون نعم المبدأ أصبح في العلاج الآن هو التالي أنه هل العلاج اللي راح نعطيه للسبة العلاج بالهرمون بخفف حدوث الأمراض اللي ممكن تسيبها نتيجة نقص الهرمون وتخفيف الحدوث هذا أحسن كتير من أنه عدم إعطاءها الهرمون نعم هذه الحكي أنه زي ما صار أنه توازن نعم بس في كتير ناس بتخوفوا من موضوع هذا نحن نحكي ونوضح للمشاهدين أنه الهرمون مش بوابع يعني ما نخاف منه هو النقطة أنه إله أعراضه السيئة لك يعني أي دواء في الدنيا أي علاج إله إله أعراض الهرمونات الاستروجيني منعطيها للسيدات تحسين هشاشة العظام تحسين أو تخفيض نسبة الجلطات القلبية تحسين قلنا الأمراض الجلدية لعند السيدات والجفاف المهبل اللي بصير عندهم نعم والتغييرات اللي في المزاج بتصير صحيح وعلاج مهم جدا أول إيش بنبلش إحنا يمكن أكثر إيش بنعطيه لعلاج الاستروجين لا اللي هي الهبات السخنة الهوت فلاشز والتعرق الليلي اللي بصيبهم لأنه هذا أحياناً اللي بيكون غير محتمل أها ستلة بتنام ولا الآن طول الليل بالعلاج الهرموني إحنا ممكن العلاج الهرموني على طول تخطى كل الخضايا هاي اللاج الهرموني بيعطي مفعول كتير كبير في الحالات هاي في الحالات اله يفضل بالعلاج الهرموني دكتور مما قبل انقطاع الطمث وسن الهرموني لا يعني بالأول ما يسير نقص الهرمون منعالج من الهرمون نعم يعني لازم نتحصل الهرمون لا في حالة بلشت الأعراب عند السيد نعم احنا منبلش نعطيه الهرمون هلأ فيه توصيات طبعاً في الموضوع هذا هي مش حكي جزافاً يعني صحيح توصيات في الموضوع هذا انه احسن اشي تنعطى الهرمونات قبل سن الستين عام او خلال عشر سنين ما تصيبها المينو بوز يعني ست اصابتها المينو بوز في سن الخمسة اربعين قبل الخمسة وخمسين لازم تكون ماخده علاج الهرموني وبشكل عام قبل سن الستين نعم بس خلال عشر سنين يعني حسب ايما صارها السن الامان نعم او ايما صار نقص الحاد في الهرموناتها هذا العلاج في الفترة هاي توقيته صار مهم جداً هذا ايش كتير حديث على اساس انه هو اللي بمنع الجلطات القلبية هو بمنع حدود هشاشة العظام وما يترتب عن هشاشة العظام من كسور نعم المهم جداً كمان انه ما زال خطر الاصابة البسيطة جداً بسرطان الثدي وبالتالي الست اللي بتاخد هرمونات لازم فحص دورة للثدي عندها وبعدين يعني مثلاً الست اللي عندها اصابها سرطان الثدي تمنع من اخذ الهرمونات اللي كان عندها في السابق في السابق تعالج مثلاً من سرطان الثدي ممنوع تاخد نعم لانه بزيد الرزق بزيد نسبة رجوع المرض في زيادة طفيفة او بسيطة جداً في بالنسبة للتجلطات الدماغية الموجودة مع عدى ذلك الهرمون مهم ومتابعة الست هي تاخد الهرمون اهم يعني عادة قديش لازم ست دكتور تاخد الهرمون ما في وقت معين ضلها ماشية على طول حياتها طول حياتها طب راحة الاعراض واختفت المشكلة انه نقص الاستروجين موجود نقص الاستروجين موجود هلأ اذا عطينا الست عشان اعراض المعينة زي الهبات السخنة وتعرقوا الليلي لا هذا بمر فترة معينة وبوقف واذا عطيت العلاج على اساس انه تمنع الشغلات هاي ممكن تعطيها لمدة سنة او سنتين نعم نسبة المضاعفات بيصير اكتر بعد استعمال الهرمون لمدة خمس سنين يعني وبالتالي انه اي اشي قبل الخمس سنين نعطيهم للعلاجات هاي للعراض الجانبية الخفيفة على الأكيد يعني انا افهم من كلامك دكتور انه يفضل انه ياخدوا اقل من خمس سنين العراض هو بياخدوا لمدة طول حياتهم طول الحياة يعني منع حشاشة العظام مثلا هذا طول الحياة هذا علاج طول الحياة بيكون صحيح اول ما الستة توقف الاستروجين عندها اقل الاستروجين بتتسالع نسبة الاصابة بها شاشة العظام نعم وزي ما حكينا انه بعد الستين النسبة كتير كبيرة بالاصابة بجلطات القلبية نعم الاستروجين وهشاشة العظام ما يترتب عنها من كسور فهو العلاج هو عبارة عن يعني هي عندها نقص هرمون معين احنا بنعطيها الهرمون هذا احنا بنعوض لها اللقص نعوض لها الهرمون فهو مش علاج من علاج هو تعويض بالنفس الوقت بنتها مراقبة للعراض الجانبية تبعت الهرمون هاي نعم الاستروجين بنعوضه بالهرمون هل في دراسات تحكي عن اي علاجات تانية غير الهرمون جربوا يعطي كل الاشياء مثلا العلاج الهبات السخنة والتعالق الليلي جربوا مثلا اللي بسموه بريم روز اويل انه ينعطى حبوب هذي لها تأثير كويس اللي هو الحبوب الشعار بالعربي شو هم بريم روز اويل انما هم اللي حبوب موجودين هم من نبتة البريم روز مش الصوية لا لا مش الصوية مش الصوية بينزلها لقوا انه تأثيرها على انه تخفض الهوت فلاشيز الموجودة هاي كتير مهم نعم وبتعطي فاعلية وهي مش هرمون في بعدين لقوا انه فيه عشاب معينة بتأدي لانه مشكلتها انها بتعطي انه تذهب الاعراض هاي انه تخفف الاعراض طبعا المينوبوز بس بنفس الوقت لقوا انه هي بتتحول في الجسم حتى لو انها عشاب لاستروجين نعم اشياء بتضيع اعراض معينة بس ما بتعالج الحالة بكل اعراضها وتخفف حدوث مشكلها نعم طبعا تعقيبا على كلام الدكتور وليد احنا راح نذكر مشاهداتنا ومشاهديننا طبعا بانه للمحافظة على صحة الصحة العامة طبعا بعد سن اليأس بعد حدود سن اليأس بداية وزي كل الحلقات اللي احنا ذكرناها سابقا الاقلاع عن التدخين ثانيا البقاء في جو معتدل البرود حيث يجب على السيدة ارتداء ملابس خفيفة والنوم في غرفة جيدة التهوية ثالثا تناول الاستروجين النباتي من خلال وجوده في الصوية والحمص والبقوليات الأخرى وبذور الكتان والحبوب الكاملة تناول الأغذية الصحية يجب أن تكون الوجبات طبعا الحمية الغذائية قليلة الدسم وغنية بالألياف والفواكه والخضار والحبوب الكاملة والفيتامينات والمعادن الهامة ويجب التقليل من المنبهات مثل شرب القهوة الكالسيوم الكالسيوم تأكدي سيدتي من أنك اتخذ الكالسيوم هذا رح ننقش مع الدكتور وليد بعد شوي تجنبي زيادة الوزن التمارين الرياضية جزء مهم جدا لتقوية العظام وإمكانية حمل الجسم عليها الكشف الطبي المنتظم ضرورة حتمية لكل سيدة وكذلك النوم لفترة كافية وممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم والتنفس العميق والتخيل الموجه والاسترخاء العضلي دكتور وليد هاي بعض النصائح اللي احنا ذكرناها نقطة حاببة نتوقف عندها وخصوصا أنك أنت يعني مش من زمان كنت في مؤتمر وفي دراسة جديدة بتحكي عن الكالسيوم نعم الكالسيوم كانت الدراسة هاي دراسة المجموعة جمعيات سن الأمان الخاصة الأمريكية وفي دراسة جديدة نشرة جديدة يعني من الأسبوع اللي فات أجروها على 61 ألف سيدة نعم وجدوا أنه أعطاء الكالسيوم بكثرة للسيدات زي ما بيصير بسبب زيادة في إصابة بالجلطات نعم والموت الفجائي يعني الملخص أنه لا يفضل ولا السيدة هي بدي يكون أنه السيدة تاخذ المتطلبات الغذائية تبعتها من الكالسيوم فقط نعم مش تاخذ زيادة يعني الحد طبعاً احنا بنعرف كلنا بنعرف حبوب الكالسيوم الحد اللي تاخذ الست إنه إذا وصلت لألف أربعمائة ملي جام نعم في اليوم هذا خطر وهذا ممكن يسبب بزيادة الجلطات والموت الفجائي عند السيدة نعم كله بالكنترول الطبي لازم يكون فبالتالي إذا بدي الستة ناخد كالسيوم لازم تعرف إنه قديش يأكلها الكالسيوم وهذا الحكي اللي متطبق طبعاً حتى على الحوامل نعم 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 تعرف إنه 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 الموضوع الكالسيوم في الحوامل عبارة عن موضوع نقاشي طويل جداً نعم و بس إحنا إحنا عبل ما نختم فيه معنى اتصال ست جميلة ألو نعم ألو ألو بسرعة لأنه لو سمحتي بسرعة لأنه وقت البرنامج يخلص يلا يلا تفضلي نعم والله بدي بدي أسألك تفضلي تفضلي فيه عندي مشكلة إنه بكت أخذ هرمونات وإيش مشان الحمل بعدين صار عندي تكريباً ثلاثة سانسي ألياب نعم يعني شو المشكلة فيه هذولا تيف يعني عملية ولا شو الألياب هذين صعبة الحل أصدق الحل للألياف الموجودة شكراً لأتصالك وإحنا طبعاً بشكل سريع دكتور لأنه وقت البرنامج انتهى لا يعني بطمن السيدة جميلة ألياف ثلاثة سنتي ما بتهمنا إلا إذا كانت تعطي أعراض كبيرة بس وجود ألياف ثلاثة سنتي لا أخلي لك إياها نعم دكتور إحنا طبعاً في نهاية الحلقة بنشكر حضورك معنا وبنتمنى تكون ضيف عزيز علينا في حلقات جاية كل ما يتعلق بأمور النسائية إن شاء الله شكراً كتير لأيكم شكراً لكم أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات سن اليأس مش نهاية الدنيا سن اليأس بداية الحياة عشان يك لازم نكون كلنا متفائلين كلنا نتعاطى مع الموضوع بشكل سلس وسهل ونتأكد أنه إحنا عم ناخد كل ما هو ضروري لحاجتنا ولجسمنا ولكل أجهزتنا الداخلية طبعاً في نهاية الحلقة نشكركم ونتمنى أنه تكونوا معنا في حلقات جاية وتابعونا كل ثلاثة وجمعة إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر